قتل أربعة من أفراد اللواء 139 مشى بينهم ضابط خلال المواجهة العنيفة التي اندلعت اليوم بين جماعة الحثين وعناصر التنظيم القاعدة في المدخل الشمالي الشرقي لمدينة رداع بمحافظة البيضاء مصدر المحلي أوضح أن المواجهات التي استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة أدت إلى مقتل قائد نقطة دار النجد العسكري العقيد عبدالله الظاهري وثلاثة من الجنود برداع إلى ذلك أوضح المصدر أن المواجهات بين الطرفين خلفت أكثر من عشرة قتلى وعدد من الجرحى وبحسب المصدر فإن المواجهات استمرت حتى ظهر اليوم لتبدأ بشكل متقطع وتبادل قذائف الهون استهدفت إحداها قلعة العامرية في أطراف المدينة